أسلمة ومرحبا بكم في حلقة جديدة من بلايليست Ansible & Ancestrano اليوم باش نبداو بالإنستالاسيون بتاع Ansible و Ancestrano دوق أول حاجة باش نستحقو للبيثون دوق نتأكدو اللي عنا البايثون موجود على الماشين بتاعنا دوق باش نكتب Python 3 version لأنا موجود عندي البايثون ولكن إذا معناش البايثون نجمو نكتبو الكوماند sudo apt-get نعملو update 9 نحطو الباسورد بتاعنا ومن بعدك نجمو نكتبو الكوماند sudo apt-get install python 3 ونحطو الفرسيون اللي نحبوها نحن بانسير انا ديجا انستالي عندي دوق مانيش باش نستعمل الكوماند هذي دوق باش نتعدو ديركتما للإنستالاسيون متاع البايب باش نتأكدو اللي نحن عنا البايب تيجا انستالي دوق نجمو نكتبو python 3 mpipe-v دوق اللي هنا ديجا عنا البايب انستالي اذا ما عناش البايب انستالي نجمو نرانيو الكوماند كي ما تقول لنا الدوكومنتاسيون ووالا دوق اللي هنا الدوكومنتاسيون تقول لنا نجمو نرانيو الكوماند هذي دوق نجمو نعملو copy coli ووالا دوق بداي يصب وبعد نتعدو ديركتما للكوماند الثانية وين باش نصبو البايب لليوزر متاعنا ووالا دوق نرجعو نكملو الكوماند الثانية انا ديجا عندي البايب مسبوبة دوق ديركتما باش نتعدى للانستاليسيون متاع الانسبول باش ننستاليو الانسبول ديركتما نجمو ناخذو الكوماند هذي ونعملو coli ووالا دوق ديجا عنا الفرسيون نحن مسبوبة دوق إذا نحبو نعملو upgrade نجمو ننصيو الكوماند هذي دوق خلينا نشوفوا توا شنية الفرسيون اللي قاعدين نستعملو فيها ووالا دوق نعملو paste دوق اللي هنا قاعدين نستعملو في الانسبول كور الفرسيون 2.14 إذا نحبو نشوفو الفرسيون متاع الانسبول نجمو نكتبو الكوماند هذي دوق python3-pipe show ansible دوق نحن قاعدين نستعملو في الانسبول الفرسيون 7.2 دوق توا ما بقلنا كان باش ننستاليو انسيسترانو دوق نمشيو للدوكمنتاسيون متاع الانسيسترانو ووالا ولي هنا على الpage github متاع نلقاو الانستاليو كيفاش نجمو نعملو الانستاليو دوق اللي هنا عنا الكماند هذي نجمو ناخدوها ونعملو call it بانسير نحيو الدولار هذي ورانيو الكماند انسبول galaxy install انسترانو deploy وانسترانو rollback بانسير انا الهن ديجا عندي الانسترانو مسبوب دوق هكا نكونو سابينا انسبول وانسترانو الكماند اللي استعملناهم وليلقيناهم في الدوكمونتاسيون ونجمو نكتبوهم لكم في الارتكل على ديف برينز ولا تلقاوا كذلك لليام تاع الدوكمونتاسيون اللي استعملناهم ان شاء الله تكونوا استفدتوا من الفيديو هذي ونراكم في فيديو جديد ان شاء الله بسلامة